احتفالا بتخريج الدارسين الناجحين في المستوى الاول للعام 2018 لدورة تأهيل المؤذنين التي عقدت في معهد الملك عبدالله الثاني راعى وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل حفلة وزيع الجوائز وقد اطلعت على نتائج جيدة وممتازة وقد طلبت من مدير المعهد ان يبدأ بالبرنامج الاكاديمي العلمي ولا اريده ان يكون برنامجا تدريبيا البرنامج التدريبي مختصر وميسر لكن البرنامج العلمي برنامج منهجي قوي وانتم قد اجتزتم برنامجا قويا منهجيا علميا فلابد ان تكون الفائدة منه في الارتقاء بالشهادة العلمية والافادة منه في المستقبل افضل بكثير مما هو عليه الان ادارة المعهد بدورها تؤكد على السعي للتحديث الدائم في المستويات العلمية التي يقدمها حتى ينال المنتسب درجة الرفعة التي ارادها الله تعالى من العلم الذي تقدمه للعاملين في وزارة الاوقاف على خدمة المساجد هذه المستويات وهذه النشاطات وهذه الدورات برعاية كريمة من الادارة العليا لوزارة الاوقاف والتي ما فتئت ومن فكت حتى اللحظة عن التشجيع وعن المواصلة لمثل هذه الموائد العلمية باذن الله عز وجل والقادم ايضا باذن الله عز وجل في خطط معالي الوزير اكثر واكثر باذن الله هذا المستوى التأسيس الاول سينبني عليه ايضا المستوى التكميل الثاني ثم المستوى المتقدم الثالث ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نصل باخواننا المؤذنين الى درجة من الرفعة بالعلم و الى درجة حتى من الرفعة بالدرجة الوظيفية الى ما يتمنونه وما يرجون باذن الله سبحانه وتعالى وخلال الحفل تم التأكيد على ان ادارة معهد الملك عبدالله الثاني لاعداد الدعاء وتأهيلهم وتدريبهم ستبدأ برنامج التدريب الاكاديمي العلمي المنهجي بهدف الارتقاء بالشهادة العلمية للمؤذن وتفتح له الافاقة في درب العلم حتى يتمكن من نيل الشهادة الاكاديمية العليا اسامة بليبلي الحقيقة الدولية